اسم الدرس أكون الأعداد الكسرية وأكتبها وأقرأها تاسعاً يمثل الرسم البياني التالي توزيع العائلات حسب عدد الأطفال بإحدى القرى التونسية عدد العائلات عدد الأبناء أتأمل وأجيب ما عدد العائلات بهذه القرية؟ الإجابة عدد العائلات بهذه القرية 50 مع 300 مع 200 مع 600 مع 100 مع 50 يساوي 1300 عائلة أبحث عن الأعداد المناسبة لفراغات الجدولين التاليين الجدول الأول العدد الكسري الممثل لي عدد العائلات التي ليس لها أطفال بالنسبة إلى العدد الجملي للعائلات عدد العائلات التي لها طفل واحد بالنسبة إلى العدد الجملي للعائلات عدد العائلات التي لها طفلان بالنسبة إلى العدد الجملي للعائلات عدد العائلات التي لها أربعة أطفال بالنسبة إلى العدد الجملي للعائلات الإجابة العدد الكسري الممثل لي عدد العائلات التي ليس لها أطفال بالنسبة إلى العدد الجملي للعائلات خمسون على ألف وثلاثمائة عدد العائلات التي لها طفل واحد بالنسبة إلى العدد الجملي للعائلات ثلاثمائة على ألف وثلاثمائة عدد العائلات التي لها طفلان بالنسبة إلى العدد الجملي للعائلات مئتان على ألف وثلاثمائة عدد العائلات التي لها ثلاثة أطفال بالنسبة إلى العدد الجملي للعائلات 600 على 1300 عدد العائلات التي لها أربعة أطفال بالنسبة إلى العدد الجملي للعائلات 100 على 1300 الجدول الثاني العدد الكسري الممثل لي عدد العائلات التي لها خمسة أطفال بالنسبة إلى عدد العائلات التي لها ثلاثة أطفال عدد العائلات التي لها طفلان بالنسبة إلى عدد العائلات التي لها طفل واحد عدد العائلات التي ليس لها أطفال بالنسبة إلى عدد العائلات التي لها طفل واحد عدد العائلات التي لها ثلاثة أطفال بالنسبة إلى عدد العائلات التي لها طفل واحد عدد العائلات التي لها خمسة أطفال بالنسبة إلى عدد العائلات التي لها طفل واحد الإجابة العدد الكسري الممثل لي عدد العائلات التي لها خمسة أطفال بالنسبة إلى عدد العائلات التي لها ثلاثة أطفال خمسون على ستمائة عدد العائلات التي لها طفلان بالنسبة إلى عدد العائلات التي لها طفل واحد مئتان على ثلاثمائة عدد العائلات التي ليس لها أطفال بالنسبة إلى عدد العائلات التي لها طفل واحد خمسون على ثلاثمائة عدد العائلات التي لها ثلاثة أطفال بالنسبة إلى عدد العائلات التي لها طفل واحد ستمائة على ثلاثمائة عدد العائلات التي لها خمسة أطفال بالنسبة إلى عدد العائلات التي لها طفل واحد خمسون على ثلاثمائة أقيم مكتسباتي عاشراً عثر الضياء في مجلة يصدرها أحد النزل للتعريف بنشاطه على الجدولين التاليين جدول تصنيف الأعوان حسب الاختصاص اختصاص الأعوان عددهم أعوان الإدارة خمسة عشر أعوان الاستقبال عشرة أعوان التنظيف خمسون أعوان الطبخ خمسة وعشرون جملة الأعوان مئة جدول تصنيف السياح الذين أقاموا بالنزل خلال شهر جويليا 2004 حسب الجنسية سياح قادمون من عددهم تونس خمسمائة البلدان المغاربية ألف أوروبا ثمانية آلاف آسيا ثلاثمائة أمريكا مئتان جملة السياح عشرة آلاف دعو ضياء أخته أمل إلى التعاون معه على تكوين أسئلة تكون الإجابات عنها بأعداد كسرية وهي أسئلة من قبيل أولاً ماذا يمثل عدد السياح الوافدين من تونس بالنسبة إلى جملة السياح الوافدين على النزل خلال شهر جويليا 2004 الإجابة عدد السياح الوافدين من تونس بالنسبة إلى جملة السياح الوافدين على النزل خلال شهر جويليا 2004 خمسمائة على عشرة آلاف يساوي خمسة على مئة يساوي واحدة على عشرين كونت أمل عشرين سؤالاً انطلاقاً من جدول تصنيف الأعوان وكون ضياء ثلاثين سؤالاً انطلاقاً من جدول تصنيف السياح ثانياً أكون بدوري ستة أسئلة إثنان من الجدول الأول إثنان من الجدول الثاني واثنان من الجدولين وأجيب عنها بالعدد الكسري المناسب الإجابة أوجد العدد الكسري الذي يمثل عدد أعوان من الاستقبال من جملة الأعوان الحل عشرة على مئة يساوي واحد على عشرة السؤال الثاني أمثل عدد أعوان التنظيف من جملة الأعوان الحل خمسون على مئة يساوي واحد على اثنين السؤال الثالث ماذا يمثل عدد السياح الوافدين من أمريكا بالنسبة للوافدين من أوروبا؟ الحل مئتان على ثمانية آلاف يساوي اثنين على ثمانين يساوي واحد على أربعين السؤال الرابع أكتب العدد الكسري الذي يمثل عدد السياح الوافدين من البلدان المغاربية من جملة السياح الحل ألف على عشرة آلاف يساوي واحد على عشرة السؤال الخامس ما هو العدد الكسري الذي يمثل جملة الأعوان بالنسبة لجملة السياح؟ الحل الحل مئة على عشرة آلاف يساوي واحد على مئة السؤال السادس ماذا يمثل عدد أعوان التنظيف بالنسبة لجملة السياح؟ الحل خمسون على عشرة آلاف يساوي خمسة على ألف يساوي واحد على مئتين ثالثاً ماذا تمثل جملة أعوان النزل بالنسبة إلى جملة السياح الوافدين خلال شهر جويليا ألفان وأربعة؟ الإجابة جملة أعوان النزل بالنسبة إلى جملة السياح الوافدين خلال شهر جويليا ألفان وأربعة؟ مئة على عشرة آلاف يساوي واحد على مئة رابعاً أبحث عن الأسئلة المناسبة تباعاً للأعداد الكسرية التالية من الجدول الأول خمسة عشر على عشرة واحد على إثنان من الجدول الثاني واحد على ثمانية ثلاثة على إثنان الإجابة من الجدول الأول خمسة عشر على عشرة ما هو العدد الكسري الذي يمثل؟ عدد أعوان الإدارة بالنسبة لعدد أعوان الاستقبال واحد على إثنان أوجد العدد الكسري الذي يمثل نسبة عدد أعوان التنظيف من جملة الأعوان من الجدول الثاني واحد على ثمانية ماذا يمثل عدد الوافدين من البلدان المغاربية بالنسبة للوافدين من أوروبا؟ ثلاثة على إثنان اكتب العدد الكسري الذي يمثل الوافدين من آسيا بالنسبة للوافدين من أمريكا ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر